في ردهة فندق هيدروباند في منتجع هاروغيت بالقرب من يوركشاير كانت السيدة تيريزانال تجر ثوبها حزينة شاحبة أقدامها ثقيلة كأنها شجرة تشبثت بأرضية الفندق أو كأن لظلها الأسود أيادية تمسك بها تمنعها من السير إلى غرفتها البائسة جاءت تيريزانال من مدينة الكاب في جنوب أفريقيا لتقضي فترة نقاها بعدما فقدت ابنها في حادث أليم سيدة شابة في السادسة والثلاثين من عمرها لكن الحزن جعلها تبدو أكبر فعيونها الشاردة تجعلك تتوهم أنها مجنونة أو أصابها مس تفصح عن هويتها أحيانا وتقول أنا تيريزانال وأحيانا أخرى تراها تتساءل من أنا؟ وما الذي جاء بي إلى هنا؟ لم يقطع شرودها سوى ذلك المنادي سيدة كريستي كلمة من فضلك كان ذلك صوت كالدر إلي محرر جريدة الديلي نيوز الذي جاء مبعوثا من محل عمله بعدما تواترت أنباء عن وجود السيدة في ذلك الفندق لم تنزعج السيدة كثيرا كما لم تستغرب كلمته فسرعان ما تجاوبت مبدية اعتقادها بأنها السيدة كريستي لكنها لا تعرف ما الذي تفعله هنا جرى ذلك في عام 1926 كانت أغاثا كريستي في السادسة والثلاثين من عمرها وبالتحديد قبل عشرة أيام من صيحة محرر الديلي نيوز الذي أعاد إليها ذاتها الهاربة حيث تدهورت أمورها ابتداء بوالدتها التي وقعت فريسة مرض خطير وانتهاء بزوجها الكولونيل أرشي كريستي الذي أخبرها في صباح ذلك اليوم عن نيته تطلقها والزواج بقريبتها نانسينيل فتجمعت تلك الصدمات على قلب أغاثا كريستي فلم تحتمل ذاكرتها تلك الصعاب أو ربما رفقت الذاكرة بقلبها وأمهلتها أحد عشر يوما فهجرتها وألبستها شخصية أخرى لها أحزانها أيضا تتألم لموت ابنها في حادث مروع ولكن ليس لها خيال السيدة كريستي ما قاله الفتى الغجري البداية كانت عندما خرجت السيدة أغاثا كريستي في مساء ذلك اليوم الثالث من ديستمبر لا تعلم وجهتها لكنها تركت رسالة مقتضبة لسكرتيراتها تطلب منها أن تلغي كل مواعيدها لأنها ذاهبة إلى يوركشاير وعلى طريقة كريستي كان لابد من وجود فتى غجري يكشف خيطا دراميا وينسج حوله الجميع قصتهم كان هذا الفتى هو جورج بست الذي اختصه القدر في ليلة ماطرة ليخلد ذكره لا لشيء سوى أنه أثناء مروره بمنطقة نيولانز كورنر السياحية وجد سيارة لا تزال مصابيحها مضاءة وفي داخلها معطف من الفر وحقيبة صغيرة خالية من متعلقاتها وثلاثة أثواب وزوجان من الأحذية ورخصة قيادة لم تعد صالحة باسم أكاثا كريستي ذهبت السيناريوهات إلى انتحار السيدة أو مقتلها ليخرج المئات من رجال الشرطة والآلاف من المتطوعين يبحثون عن سيدة الجريمة وتستمر المدينة كاملة في البحث عنها في قصة جديدة تكتبها أكاثا كريستي لكنها في تلك المرة جعلت نفسها البطلة وجعلت من قرائها ومحبيها المحققين كما لم تغفل عنصر الإثارة الذي عرفت به حتى أن صحيفة الديلي نيوز أعلنت عن مكافأة لمن يدلي بأي معلومات بينما السيدة كانت هناك تسير ما بين ردهات الفندق تقضي معظم الوقت في غرفتها لا تعلم من هي أو أين هي كما لم يعلم الجميع بعد ذلك من تيريزانال تلك التي اختلقتها كريستي في الخارج كانت المدينة صاخبة كل يردد اسم السيدة كريستي كل يبحث عن السيدة كريستي القراء والزوج والشرطة والجرائد حتى المحللون النفسيون أجهدوا أذهانهم ليعرفوا أكانت السيدة من النوع الانتحاري أم أن اختفاءها رسالة نفسية لشخص ما لتعذبه فهي على دراية ببواطن النفس البشرية فتذيقه مرارة الذنب وإن لم يقترف ذنبه فيجلده الجميع بنظرات الاتهام كلها تهام وجهت إلى زوجها أما السيدة فكانت هناك تجلس في غرفة ضيقة في فندق بعيد لا تذكر من هي لعل روحها احتفظت بقدرتها على خلق الشخص فجادت عليها بتريزانال تلك في الليلة الأولى كارستي تعبث في حديقة تريزانال الإنسان بلا ذاكرة طفل كبير وإن كان البعض يذهب إلى أن الأطفال لهم ذاكرة الأجنة ولكن مدامت السيدة لا تقدر على البدء من الذاكرة الأولى فليس بوسعها سوى أن تستعيد طفولتها فعندما تنظر تريزانال إلى داخلها لن تجد سوى الطفلة أجاثا ماري كلاريسا تلك الطفلة التي ما زالت تلعب في حديقة منزلها ببلدة توركوي تطارد الفراشات وتقطف ما تبقى من الزهور بعد أن عصف الشتاء بمعظمها تتأمل ما حولها لا لشيء سوى أنها خلقت بتلك الخصلة تنظر إلى الأشياء حولها وتحاكيها فربما تصاحب وردة أو جدارا حينما تنظر سيدة نيل إلى الحائط لتقرأ تاريخ اليوم ستتذكر الطفلة بداخلها يوم الخامس عشر من سبتمبر من عام 1890 يوم تفتحت عيونها على عالم واسع لتجد نفسها أختا لثلاث فتيات هي أصغرهن ربما كان عالمها آنذاك أوسع من غرفتها الآن ربما لو تحركت في غرفتها ببطء لتصل إلى الشباك لتشمى هواء البلدة لتذكرت طفولتها المشردة والسعيدة في آن واحد ستتذكر دائما أنها لم تدخل المدرسة أبدا لا لشيء سوى أنها مثل الكثيرات من أبناء العائلات الميسورة اللواتي لا يذهبن إلى المدارس بل تأتي إليهن المعلمات في منازلهن حسب التقليد آنذاك كان ذلك قبل أن يتوفى والدها إثر أزمة قلبية عام 1901 نتيجة لخسارته في بعض الاستثمارات فلم يترك لهم ما يعينهم على العيش وكانت وقتها ابنة الثانية عشر عاما وهنا لن تنسى الدور الذي لعبته والدتها تلك السيدة الإنجليزية ذات الشخصية القوية الساحرة التي عرفت أهمية التعليم جيدا فعملت على تعليم بناتها في المنزل وعندما وصلت ابنتها الصغرى إلى سن السادسة عشرة أرسلتها إلى باريس لدراسة العزف على البيانو تلك الطفولة التي وصفتها أغاث كريستي بـ المشردة عادت لتصفها بأنها سعيدة أيضا لأنها كانت خالية من أعباء المدرسة والتحصيل الدراسي فكان لها متسع من الوقت لكي تتجول في الحدائق وتتأمل حيث التأمل صنعتها المستقبلية بالتأكيد لو تذكرت السيدة كريستي ملامح طفولتها فإنها لن تجهد نفسها في استعادة ذكريات هذا اليوم الذي أصيبت فيه ببرد شديد ألزمها الفراش فاقترحت والدتها أن تقطع وقتها بكتابة قصة قصيرة لكي لا تملى من المرض والفراش وحينما قالت الصغيرة لا أعرف علمتها الأم أول دروسها قائلة لا تقول لا أعرف وحاولت الطفلة كريستي فوجدت متعة غريبة في المحاولة كدت تنسيها المرض والفراش قضت الطفلة سنوات قليلة تكتب قصصا قابضة للصدر بسبب موت معظم أبطالها وربما تتذكر كريستي أنها كتبت مقطوعات شعرية وربما تضطرب الذكريات في رأسها فتصطدم بإحدى شخصيات روايتها الطويلة الأولى التي احتشد فيها عدد هائل من الشخصيات فاختلطوا واختنقوا من شدة الزحام ولم يكن يخطر ببال الطفلة أنها بعد ذلك ستكون رائدة من رواد الكتابة وملكة على عرش رواية الجريمة في الليلة الثانية الكولونيل يصيب الذاكرة هل يمكن للطفلة أغاثا أن تقود تريزانال إلى ضلتها؟ بالتأكيد لا ففقد الذاكرة أمر معقد واسترجاعها أمر صعب على طفلة ربما ذلك ما جعل السيدة تنقب في الذاكرة عن شخصيات أخرى فطبقات السطح الأولى لا تحوي المعادن ومن يبتغي الذهب فعليه أن يغوص بعيدا وهنا بعد أن أصبحت السيدة في ليلتها الثانية كان عليها أن تدفع الطفلة في طريق العمر أن تحملها إلى منزلق لا يأخذها إلى الأسفل بل يدفعها إلى العشرينيات من عمرها في العشرينيات كانت السيدة زاهرة تفتحت والكل يسعى إلى طلب الود لعله ينال من العطر شيئا لكنها كانت تردهم جميعا فلم ترى أمامها إلا حلما واحدا وهو الركوب في الهواء وقت أن كان الطيران في مهده ألحت أغاثا الشابة على أمها التي استسلمت أخيرا وسمحت لها بالقيام بإحدى رحلاتها والوحيد الذي وافق على أخذ أغاثا كراستي معه كان الكولونيل البريطاني أرشي كراستي عام 1914 فمال قلبها إليه وأصبح زوجها الأول ومنه حملت لقبها الذي لازمها طوال حياتها حتى بعض انفصالها عنه وانتهاء تلك العلاقة التي أثمرت ابنتها الوحيدة روزلند الحروب تصنع الحب أحيانا وأحيانا أخرى تقضي عليه وهذا ما حدث بالضبط مع أغاثا وأرشي ففي أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1914 أرسل زوجها أرشي كراستي إلى جبهة القتال في فرنسا بينما تطوعت هي بإسعاف الجنود المصابين في أحد المستشفيات البريطانية ومن هنا تميزت أغاثا بكتابة الوقائع والشخصيات الحقيقية واستفادت من تجربتها التطوعية التي استمرت حتى نهاية هذه الحرب لكن الكولونيل أرشي بعد ذلك تعامل مع زوجته باعتبارها ربة منزل أو رفيقة فراش وهو ما لم تحتمله السيدة أغاثا كراستي لكنها ظلت متمسكة به حتى كانت القشة التي قسمت ظهر صبرها وفي الحقيقة لم تكن قشة بل خنجرا مسموما طعنت به السيدة غدرا ولعل ذلك كان السبب الأساسي في فقدها الذاكرة فقد أصبح لزوجها خليلة بل لم يكتفي بذلك ففي صباح خروجها من المنزل أي قبل يوم واحد أخبرها أنه عازم على تطليقها والزواج بقريبتها نانسينيل طلبت السيدة كراستي من زوجها الكولونيل أرشي الطلاق ووجدت أنه الحل الأمثل في نهاية المطاف بعد زواجهما الذي امتد أربعة عشر عاما وطلقت رسميا في عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين لتعود إلى الحياة زهرة وحيدة غير منكسرة أفضل زوج يمكن للمرأة أن تتزوجه هو عالم آثار السيدة في الفندق أحيانا تشعر أن تريزانيل تلك غريبة عنها إلا أنها أيضا لا تعرف من هي ربما لو علمت أن هناك ألف شرطي وخمسة عشر ألف متطوع من بينهم الكاتب السير آرثر كونان دويل نفسه يبحثون عنها لخرجت لأحدهم أو صرخت ليدركوها فالليلة الثالثة طويلة والحزن أصبح رفيق السيدة تحزن لموت ابنها الذي لا تذكره تبيت بقلب مكلوم وفي داخلها حزن آخر بعيد تشعر به ولكن لا تعرف حقيقته لو علمت ما يخفيه القدر لا تبدد الحزن ولا سامحت زوجها على خيانته فالبعض يفسحون المجال لمن يضمدون الجراح لمن يكملون ذواتنا هذا بالفعل ما حدث لأغاث كريستي بعد انفصالها فلو قال أحد لأغاث إن سعادتها مع رجل يصغرها بثلاثة عشر عاما لربما اتهمته بالجنون أو لربما ضحكت البداية كانت بعد عامين من الطلاق حيث ذهبت سيدة أغاثا ذات التسعة والثلاثين عاما في رحلة مصيرية إلى العراق إلى مدينة النمرود كالح الآشورية حيث بدأت كتابة سيراتها الذاتية ولم تكن تعلم أن هناك فصلا سعيدا لم يكتب بعد وأنها ستقع في الحب مجددا وفي الحقيقة لن تقع أغاث كريستي في الحب لمرة واحدة بل لمرتين الأولى لعلم الآثار نفسه والثانية لزوجها الثاني عالم الآثار ماكس مالون مساعد ليونارد وولي والذي ينسب له اكتشاف مدينة أور الأثرية في جنوب العراق بين عامي 1922 و1924 وقتها كان ماكس يصغرها بثلاثة عشر عاما وتعرف خلال ستة أشهر توجد تلك العلاقة بزواج طويل بدأ عام 1930 وامتد حتى وفاتها عام 1976 منحها زواجها هذا فرصة زيارة دول الشرق الأوسط والاطلاع على مواقعها الأثرية النادرة حيث زارت برفقته معظم بلاد الشرق الأدنى والأعلى وبلاد الشام وبلاد فارس بعد مرافقة زوجها خلال أبعثات التنقيب التي شارك فيها أو رأسها شاركت أغاثا كريستي رسمياً في أعمال التنقيب فكانت تتعامل مع التحف الأثرية بكل شغف وحرص وكانت تقوم بأعمال التصوير الفوتوغرافي الموازية للتنقيب لكنها كانت تجد الوقت الكافي للكتابة وتأليف الروايات سواء في المنازل المتواضعة التي أقامت فيها أم في خيمة في الصحراء تفتقر إلى أبسط أنواع الرفاهية وترى الكاتبة السورية ميرنا أوغلانيان أن مدن الشرق التي زارتها أغاثا كريستي أو التي أقامت فيها هي العمود الفقري لسيل الروايات الذي خطته خلال حياتها ففي البتراء أنجزت رواية لؤلؤة الشمس وفي الأقصر ألفت مسرحيتها إخناتون حتى إنها في عام 1934 وفي الوقت الذي كان فيه زوجها مالون يعمل في موقع تل الأربجية الذي يقع الآن في محافظة الموصل في العراق كانت أغاثا تسكن في فندق بارون بحلب حيث بدأت كتابة روايتها الشهيرة جريمة في قطار الشرق السريع التي أتمتها خلال إقامتها في فندق قصر بيرا في تركيا ولفندق قصر بيرا قصة يتردد صداها في الأرجاء بأن شبح الكاتبة الراحلة ما زال هائما في الغرفة التي تحمل رقم 114 التي أقامت فيها الكاتبة وكتبت روايتها وما تزال الآلة الكاتبة الخاصة بها موجودة في تلك الغرفة كشاهد على زيارة صاحبة هذا الخيال الخصب خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي كان علم الأثار ماكس مالون زوج السيدة كريستي يحقق نجاحات كبيرة في عمله حتى صار مديرا لحملة التنقيب بينما انطلقت مسيرة السيدة كريستي في الكتابة فنشرت رواية تلوى أخرى وقد أنتجت كثيرا من أعمالها في هذه الفترة مثل جريمة ما بين النهرين عام 1936 وبعدها بعام جريمة على ضفاف النيل ويرجع جزء من فضل هذه الغزارة إلى زوجها مالون الذي أتاح لها الاستقرار العائلي ونقل إليها خبرته في علم الأثار في الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت مدينة نمرود بالعراق بيت كريستي الثاني وقد كان لديها حين ذلك حسب موقع الباحثون السوريون حوالي 45 رواية باسمها حيث خصصت لها حجرة صغيرة للكتابة علقت على بابها لافتة صغيرة كتب عليها منزل أغاثا وقد اقتصر عملها في بعثة التنقيب على تنظيف القطع الأثرية وتوثيقها حيث تصف في ذكرياتها أدواتها كأي محترف آخر وهي عبارة عن عصات صغيرة برتقالية اللون إبرة خياطة رفيعة جدا ووعاء مملوء بكريم الوجه ومساحق التجميل إلا أن السيدة لم تستخدم تلك التركيبة لعلاج الهالات السوداء أو لإزالة حروق الشمس بل وجدت فائدة أكبر فراحت تنظف بها الأوساخ الموجودة في شقوق المنحوتات العاجية المكتشفة دون إذاء العاج الهش أهدت أغاثا كريستي رواية جريمة في قطار الشرق السريع إلى زوجها مالون الذي أخذ بيدها لتصالح العالم كما كانت كثيرا ما تعبر عن حبها له قائلة إن أفضل زوج يمكن للمرأة أن تتزوجه هو عالم أثار فكلما زاد عمرها زاد اهتمامه بها بتواضع العشب الأكثر مبيعا على مر العصور وفي مطلع الليلة الرابعة كانت السيدة تطارد أحلامها في رحلة بحث مضنية عن ذاكرتها الضائعة متسائلة كيف كان يسير يومها منذ بدايته إلى نهايته فلا تعثر ذاكرتها على إجابة حينها اضطرت إلى الخروج من غرفتها في فندق هيدروباند في منتجع هاروغات المنزوي بالقرب من يوركشاير سارت الملكة الأولى بتواضع العشب الأخضر ليس لنسيانها حقيقة أنها شاجرة وارفة يستضل بها الكثيرون فسواء كانت تحيا بشخصية تريزانال أم تعرف بالسيدة كريستي فالتواضع من شيامها التي عرفت بها حتى عندما كانت تعلم أنها ليست فقط ملكة الكتابة وإنما أيضا ملكة النشر ولا شك في ذلك فإن موصوعة جنس للأرقام القياسية تقول إن أغاثا هي الكاتبة الروائية الأكثر مبيعا للكتب على مر العصور بأكثر من مليارين نسخة من أعمالها مجتمعة حول العالم كما صنفت أعمالها في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر كتب العالم المنشورة بعد أعمال شكسبير والإنجيل ربما هي تنسى لكن ذاكرة الأرقام لا تعرف النسيان بالتأكيد عندما سارت السيدة إلى مكتبة الفندق كان بديهيا أن تجد بعض قصصها فليس ثمت مكان يخلو من قصص السيدة أغاثا كريستي وإن كانت تعرف أسرار المداخن وتكتب ذاكرة الأفيال فإن ذاكرتها اليوم لن تصعفها في تذكر تلك الأعمال الوحيدة التي لن تجدها السيدة ضمن مكتبة الفندق هي بيت الجمال القصة الأولى التي كتبتها الطفلة أغاثا التي شهدت ميلاد صاحبة الخيال الخصب إذ كتبتها وقت إصابتها بالبرد عندما قالت لها أمها لا تقول لا أعرف فكتبت الطفلة أغاثا ماذا لو استردت السيدة ذاكرتها فتذكرت روايتها الأولى الثلج في الصحراء التي كان لأختها ماج دور كبير في كتابتها حيث يحكى أن كريستي كانت شخصية تميل إلى التحدي وحين تحدتها شقيقتها في كتابة رواية كاملة ألفت بالفعل روايتها تلك التي رفضها كثير من أصحاب دور النشر بسبب ضعفها الفني وبالتأكيد أصابتها غصة جراء تلك الخيبة ستنفرج أساريرها حتما إذا ما أعادتها الذاكرة إلى عام 1920 مع ظهور أولى رواياتها البوليسية مشكلة غامضة في ستايلز التي لاقت عند القراء قبولا ولم يتردد الناس في شرائها رغم أنها رفضت من ست دور نشر أيضا عض أصحابها أناملهم من ضياع هذه الفرصة الثمينة لو تذكرت السيدة كريستي لابتسمت لأن أوراقها تنير دروب الآخرين ربما سارت السيدات في طريقها إلى سلسلة ترجمات في أحد رفوف مكتبة الفندق فتتذكر أنها الطفلة التي لم يستغلها المرض بل هي من استغلته وأحسنت التعامل معه فأصبحت بعد ذلك بحسب قاعدة اليونسكو من أكثر الكتاب الذين ترجمت كتبهم ورواياتهم فقد ترجمت كتاباتها إلى أكثر من 103 لغات حول العالم وبعمل روايتها أكثر من 100 مليون نسخة إلى اليوم مما جعلها رواية الغموض الأكثر مبيعا في العالم وواحدة من أكثر الكتب مبيعا في التاريخ تمر السيدة في بهو الفندق تبحث في أعين نزلاء عن شخص يعرفها ولكن دون جدوى فلم يعرفوا عنها غير ما أخبرتهم به وهو أنها سيدة بائسة ما تبنها في حادث أليم إلا أن السيدة لو تمهلت قليلا في خطوها لربما شاهدت التلفاز الموضوع بجانب موظف الاستقبال وقد يحرك ذلك ساكنا داخلها لا سيما أنها السيدة التي قدمت كثيرا للسينما فقد استخدم ما يقرب من 30 رواية بوليسية لها في الأفلام السينمائية فهل إذا ما لمست أطراف أناملها التلفاز بلمسة خاطفة تجد أحدها ليؤنس وحشتها؟ ربما ولكنها بالتأكيد لن تجد فيلمها الأشهر جريمة في قطار الشرق السريع والذي أنتج عام 1974 أيضا لن تجد عرضا لفيلم موت على النيل الذي أنتج عام 1978 السيدة ما زالت سجينة ذاكرتها المفقودة والفجر أصبح على أعتاب غرفتها لا تعرف النوم فالتفكير يؤرقها وفي الصباح قد يدفعها التعب إلى النوم سويعات قليلة ولكن كيف تقضي ما تبقى من ليلتها حتى يأتيها الصباح؟ فتستقر روحها وتنام ربما لو كان للفندق مسرح لذهبت إليه وهي صاحبة الحدث الاستثنائي في تاريخ المسرح العالمي ولذلك قصة بدأت في عام 1947 البداية كانت بلقائها بالملكة ماري التي عرف عنها شدة إعجابها بأغاثا كريستي وقد استدعتها طالبة منها أن تكتب تمثيلية إذاعية وبالفعل أعدت أغاثا تمثيلية مدتها 45 دقيقة أخرجت وأذعت وأعجبت بها الملكة فقررت أغاثا بعد ذلك إحالتها إلى مسرحية تمثيلية ونجحت في ذلك وهكذا خرجت مصيدة الفئران مسرحية أغاثا الشهيرة مصيدة الفئران تلك تعد حدثا استثنائيا في تاريخ المسرح فهي صاحبة الرقم القياسي العالمي لأطول فترة عرض أولية حيث افتتح العرض للجمهور على مسرح أمباسدر في الخامس والعشرين من نوفمبر من عام 1952 وما تزال تلك المسرحية تقدم حتى الآن حتى تجاوزت عروضها 25 ألف عرض عجزت السيدة أغاثا كريستي أن تتذكر شيئا من ذلك فما كان لها إلا أن التحفت ما تبقى من المسكينة تريزانيل ونامت هل تقتل تريزانيل السيدة كريستي؟ هل بثقداننا للذاكرة نفقد معرفتنا بالطرق والدروب؟ معرفتنا بما يجعلنا سعداء؟ وما يكدر صفونا؟ معرفتنا بأن القراءة تخلق لنا عوالم؟ وأن السينما تجعل من أرواحنا طيورا تحلق في صالاتها المظلمة فكلها معرفة نكتسبها في طريقنا إلا أن تلك التفاصيل البسيطة هي ما تخلق ذواتنا ما تجعلنا مختلفين بنسب أو بمقادير تلك التي تميز بين طعام وآخر وتجعل لكل منا مذاقه الخاص تلك التفاصيل البسيطة جعلت السيدة ترتاب في أمرها أهي السيدة تريزانيل؟ هي لا تعرف كونها ولا تعرف طباعها فهل تهرب إلى الموسيقى؟ أم إلى القراءة؟ هل تسير في دروب المدينة؟ لعل ذلك يرد إليها ذاكرتها كل ذلك تجمع في نفسها في ليلتها السابعة أثقلها فلم تعد تطيق روحها بين جنباتها وراحت تفكر في الانتحار وما كان من السيدة سوى تجرع السم وهي التي كانت تستخدمه في قتل شخصيات قصصها أكثر من أي كاتب عليها الآن أن تختار بعناية فائقة أي أنواع هذه السموم يليق بها حين تنتحر فهي الآن البطل ما زالت كريستي تفكر في أخذ هذه الخطوة وشاغلها الأول حسب حسها الروائي أن تختار السموم بعناية حتى لا تتوفر أدلة حيوية لاكتشاف القاتل فكرت كريستي أول ما فكرت في استخدام مادة السيترايكنين أو الذي يطلق عليه سم الفئران وهو الذي ظهر في أول عمل منشور لها بعنوان قضية ستايلز الغامضة حين استخدمته في قتل امرأة ما في العمل ستلجأ الآن أغاثا إلى خبراتها التي اكتسبتها خلال عملها في صيدلية بأحد المستشفيات في جنوب إنجلترا أثناء الحرب العالمية ستلجأ إلى كل معرفة وخبرة اكتسبتها عن العقاقير والسموم لم تكن مضطرة هذه المرة لشرح طريقة استعمال السموم وأثارها كما اعتادت على ذلك في رواياتها وحدها كانت تحتاج إلى تلك المعرفة في روايتها القتل السهل عام 1939 والتي تحكي عن لوك فيتزولم محقق الشرطة حيث استخدمت كريستي الزرنيخ لإتمام جريمة القتل لكن ربما تستخدم هذه المرة البلادونا الذي استخدمته في مجموعتها القصصية الصغيرة المسمى مجموعة أعمال هيرقل الصادرة عام 1947 لكن من أين ستأتي الآن بهذا النبات العشبي حلو المذاق ربما أرادت أن تنهي حياتها بأسرع وقت وخلال ثوان معدودة لذلك فكرت في أخطر نوع من المواد الغير العضوية السامة للإنسان السيانيد الذي ظهر فيما لا يقل عن عشر روايات لأجاثة وأربع قصص قصيرة كان القاتل في كل هذه الأعمال ليستخدم السيانيد بطرق مبتكرة ومتنوعة فيستخدم الحقن مرة والمشروبات مرة والسجائر مرة كان السيانيد لغزا يحير كريستي حتى أنها أطلقت اسمه على إحدى رواياتها في منتصف الأربعينيات فأسمتها السيانيد الساطع وتعتبر روايات أجاثة كريستي مرجعا معرفيا عن السموم ويذكر في هذا الصدد أن مجرما ارتكب جريمة على غرار ما شرحته في إحدى رواياتها وذلك بعد نشر الرواية بعدة سنوات فحز ذلك في نفس الكاتبة ولكن الذي خفف من ألمها أن الشرطة وجدت في بيت المجرم كتبا عديدة تعالج استعمالات السم الذي استعمله المجرم في ارتكاب جريمته وبذلك عرفت أن روايتها لم تكن المصدر الوحيد الذي استمد منه المجرم معرفته بالسم ولما كانت تريزانال ذلك الشبح الذي يحاصرها لم تسافر إلى جنوب إنجلترا ولم تعمل في صيدلية في الحرب العالمية الثانية ولا تملك معرفة السيدة أجاثة بالسموم فلا خيار أمامها سوى البحث عن وسيلة أخرى أو النوم هل هربت تريزانال من رواية لم تكتب؟ السؤال ذلك السحر العجيب يحملنا إلى عوالم خفية فكل اختراع عرفته البشرية بدأ بسؤال وإن اختلفت أداته وأجاث كريستي في ليلتها الثامنة قادها سؤال أيضا من أنا؟ هل حقا تريزانال سيدة من لحم ودم؟ ربما لم تجد السيدة كريستي جوابا يطمئنها لكن ذلك يدفعنا إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت تريزانال تلك إحدى شخصها الروائية جادت بها قريحتها في لحظة ولما أصابها فقد الذاكرة أطلت من الروح المبدعة على واقعها توحدت معها فلما سئلت من أنت استدعت أقربهم إليها الآن تريزانال ليس جديدا عليها فهكذا تتعامل أجاث مع شخصها تأتي بهم من مناطق بعيدة تحبهم وتصاحبهم وتخاصمهم أحيانا والحديث عن شخصيات أجاث كريستي لا يكتمل بغير الإشارة إلى الشخصية الممتعة التي خلقتها لتكون وسيلتها لحل المعضلات والكشف عن الجرائم شخصية رجل البوليس السري هيركل بوارو ويعد هيركل بوارو شخصية كريستي التي كتب لها الخلود مثل ما كتب لشخصيات لير وهاملت وشيرلوك وغيرهم من الشخصيات الخالدة والسبب في ذلك يرجعه الكاتب جمال الكناني في مقال نشره بمجلة الدوحة إلى أن شخصية بوارو ليست كما يقال شخصية بلجيكية فرنسية ولكنها مخلوق إنجليزي يمثل فكرة الإنجليز عن الأوروبيين ولذلك كان من السهل على القراء أن يتعرفوا إليه وأن يحظى عندهم بالقبول تعلق القراء بشخصية بوارو ربما لأنه شرطي أو بوليس سري كرس حياته لمقاومة الجريمة وحماية الحقوق والدفاع عن كيان المجتمع أو قد يكون لهيئته الغريبة فهو ليس ضخم الجسد صارما بل إن حجمه صغير ورأسه الذي على شكل بيضة دجاجة جعلاه شبيها بالعلماء والفلاسفة العلاقة بين أغاثا كريستي وبوارو كغيرها من العلاقات البشرية تمر بمنحنيات فيوما يكون الأقرب إلى قلبها ويوما آخر يصيب علاقتهما الفتور ولعل ذلك هو ما علل به الكاتب جمال كيناني سبب خلق شخصية ميس ماربين كمنافس لبوارو وهي امرأة عجوز يتراوح عمرها بين الثمانين والمئة عانس لطيفة المعشر وحادة الذكاء رغم أنها لا تبدو كذلك ظاهريا ظهرت في 12 رواية من روايات أغاثا كريستي تعتبر ميس ماربين في مجال الأعمال البوليسية أقل ألمعية من بوارو وأقل غموضا منه ولكنها تشبه بوارو في احتفاظها بسر حل المشكلة حتى النهاية وتختلف عنه في تعاونها أحيانا مع رجال الشرطة ولا تجد حرجا في بعض الأحيان من كتابة اسم المجرم على قصاصة ورق ودسها في يد مفتش البوليس كان ظهورها الأول في العدد رقم 350 من المجلة الملكية The Royal Magazine في ديسمبر عام 1927 في قصة قصيرة تسمى ملها يوم الثلاثاء الليلي وهي القصة التي أصبحت في مبعاد الفصل الأول في مجموعة قصصية سميت به المشكلات الثلاثة عشر التي نشرت في عام 1932 ثم أعطتها دور البطولة في رواية جريمة قتلا في مقر القص في عام 1930 ربما لم تحب السيدة كريستي موتى ميس ماربل في حياتها فعلاقتها بشخصها لا حد لها تفكر بهم تنيبهم عنها في حل الألغاز وكشف الجرائم وفي أسر قلوب القراء أيضا لذلك عندما كتبت أغاثا كريستي شهادة وفاة ميس ماربل كان ذلك في رواية الجريمة النائمة عام 1940 إلا أنها أوضعتها في بنك وأوصت أن لا تنشر إلا بعد موتها وهو ما حدث بالفعل حيث نشرت الرواية بعد وفاة أغاثا بعام واحد وكان قد مر على كتابتها ستة وثلاثون عاما كانت الستارة التي نشرت في عام 1975 هي الرواية التي شهدت موت بوارو ولكنه نجح بعد موته نجاحا منقطع النظير إذ نعته الصحف البريطانية والصحف الأمريكية فنشرت عددا من المراثي السورية التي تعدد فيها مناقب تلك الشخصية الخيالية الفذة وتمتدح خالقتها أغاثا كريستي ماري ويست ماكوت صورة لم تكتمل من أغاثا كريستي إذا ما دعي المرء إلى حفلة تنكرية فقد يحتاج إلى بعض الأقنعة هذا أيضا ما يحتاج إليه بعض الناس في حياتهم اليومية فقد يحتاجون إلى قناع يخفون خلفه ضعفهم فيكون القناع هنا صوتا عاليا أو تظاهرا دائما بالقوة أو العنف أو ربما احتاجوا أن يخفوا شرهم فتكون الابتسامة الزائفة قناعا مناسبا في ليلتها التاسعة أوشكت السيدة على أن تقترب من حقيقتها كونها احتاجت إلى قناعا في لحظة ضعف وهي السيدة التي تدعي دائما معرفتها بالمشاعر الإنسانية وتدعي قوتها والتي لا نستطيع القول إنها زائفة ولكن كأي إنسان عادي تأتي لحظات تخور ولما كان ذلك لم تتقبل السيدة حقيقة ضعفها فاختبأت في امرأة أخرى تحمل اسما أقرب إلى اسم عشيقة زوجها بالتأكيد لم تستوعب السيدة خيانة زوجها لا سيما أن ذلك جاء في وقت فقدت فيه ركنا مهما وملاذا وسندا فموت والدتها بالتهاب الشعب الهوائية جعل أعصابها لا تحتمل شيئا آخر أو بالأحرى لم تحتمل ذاكرتها صعيقة أخرى فاستحضرت ريزانيل واحدة ممن اختبأت خلفهم أغاثا كريستي مثلها مثل ماري ويست مكوت وللأخيرة قصة أخرى فبجانب الشخصيات التي ظهرت في أعمالها الروائية وأحبها القراء وشاركوها بيوتهم ووسائل المواصلات وعملهم أيضا كانت هناك شخصية ماري ويست مكوت تلك الشخصية التي ابتدعتها أغاثا كمؤلفة لنوع أدبي غريب عنها وإن كانت هي من تكتبه إلا أنها لا تنتمي لعالم الجريمة التي تربعت على عرشه فهي بمثابة أرض جديدة لا تحويها مملكتها وتذهب الكاتبة لورا تومسون في كتابها الذي يتناول سيرة أغاثا كريستي إلى أن استخدام كريستي لاسم مستعار وهو ماري ويست مكوت مكنها من إبراز ألمها من زواجها الأول وحبها الجارف لأمها أول ما طرحت المؤلفة الوهمية ماري ويست مكوت من أعمال أدبية كان خبز العمالقة القصة الأولى التي لم تحرك في الناس ساكنا لتختفي لأربع سنوات وتظهر بعدها بقصة طويلة تحمل عنوان صورة لم تكتمل وكان نصيبها من الفشل نصيب القصة الأولى لتطول بعدها غيبة ماري ويست مكوت إلا أن قصة أخرى كانت تموج في صدر أغاثا تطالبها بأن تقصها على الناس فلم تجد أغاثا غير أن تستدعي ماري ويست مكوت بعد عشر سنوات لتظهر من جديد كمؤلفة لقصة غابة في الربيع ويصف الكاتب جمال كيناني في مقال له فشل تلك الرواية أيضا باعتبارها ماء عذبا صب على أرض قاحلة جرداء خمس سنوات أخر اختفت فيها ماري ويست مكوت لربما كانت فترة يأس أصابت كراستي أو ربما لأنه لا جديد لتظهر به تلك السيدة الوهمية التي ابتدعتها ملكة الرواية البوليسية لتختبئ خلفها حتى ظهرت عام 1952 برواية طويلة بعنوان البنة هي البنة ونشرت أيضا في عام 1956 رواية أخرى بعنوان الحمل لم تستقبل بأي حماسة كذلك لتقرر السيدة قتل مخلوقتها وانتهت بذلك حياة ماري ويست مكوت الأدبية في تلك الليلة أيقنت السيدة أنها ليست تريزانيل غير أنها لم تعرف من تكون الآن زال حزنها على موت بيه فبما أن نيل خرافة ووهم فليس لها ابن من الأساس حتى تحزن لوفاته إلا أن حزنا آخر جثم على قلبها هما ثقيلا كاتم على أنفاسها فالجواب الكذب أطيب من مر السؤال لكي تهرب السيدة من مر سؤالها بشأن هويتها المفقودة لم تجد سوى النوم والنوم والنوم حتى يطلع الصباح لم أعد أذكر شيئا عن الأمر قبل أحد عشر يوما وبالتحديد في الثالث من ديسمبر من عام 1926 خرجت السيدة أغاثا كريستي قبل أن يجد جورج باست أثناء مروره بمنطقة نيوزيلاندز كورنر السياحية سيارة مصابيحها لا تزال مضاءة وفي داخلها معطف من الفر وحقيبة صغيرة فتحت بالقوة وثلاثة أبواب وزوجان من الأحذية ورخصة قيادة لم تعد صالحة باسم أغاثا كريستي ليبدأ الآلاف رحلة البحث عن السيدة في تلك الفترة كان غياب السيدة كريستي كغيره من الحادثات التي تفتح الباب أمام الكثير من السيناريوهات وعلى رأسها بالتأكيد سيناريو الانتحار أو سيناريو القتل أو سيناريو السرقة وبالطبع ظهر العشرات وتحدثوا عن امرأة تهيم على وجهها مرة في ليفربول ومرة في ساكس وأخرى في هامبشائر أو على الطريق المؤدية إلى بيترسفيلد وفي كل مرة كان الجميع يذهبون أملا في إيجاد السيدة لكن دون جدوى كان الجميع يبحثون عن كريستي ومن بينهم زوجها الكولونيل أرشي والذي أتعبته النظرات ما بين اتهام بقتلها واتهام يحمله مسؤولية هروبها أو انتحارها على الأقل هذا الأمر الذي دفعه أخيرا إلى أن يدلي بتصريحات لصحيفة الديلي نيوز قال فيها لقد قالت لي زوجتي منذ بعض الوقت إنها ستختفي ذات يوم بطريقة التي تختارها وإنها ستتحدى الجميع بأن يتمكن أحدهم من العثور عليها وهذا ما يدلل على أن الرغبة في تنظيم عملية الاختفاء هذه كانت تأكلها منذ وقت هنا ذهب البعض وتحديدا الصحافة إلى سيناريو آخر هو اختفاء أغاثا كريستي رغبة في زيادة مبيعاتها أو دعاية لأعمالها الروائية وهو ما تحقق بالفعل في تلك الفترة سواء كانت تقصد ذلك أم لا وللإجابة عن هذه التساؤلات لوأد كل تلك التكهنات كان لابد لفة آخر غير جورج باست الذي فجر الأمر أن يضع له نهاية لا سيما بعد انتشار صورتها في الصحف فبات طبيعيا أن يتعرف عليها من يراها ومن ثم كان هذا الشخص هو عازف موسيقي في فندق هيدروباند في منتجع هاروغات المنزوي بالقرب من يوركشاير فهذا العازف اتصل ذات يوم بالشرطة ليقول إنه يشتبه في أن سيدة تنزل في فندق اسمها السيدة نال هي السيدة المختفية أثناء ذلك كانت السيدة أغاثا كراستي في ردهة فندق هيدروباند تجر ثوبها حزينة شاحبة أقدامها ثقيلة كأنها شجرة تشبثت بأرضية الفندق أو كأن أيادية تمسك بظلها الأسود تمنعها من السير إلى غرفتها البائسة عندما يقطع شرودها صوت المنادي سيدة كراستي كلمة من فضلك وكان ذلك صوت كالدر ألي محرر جريدة الديلي نيوز الذي جاء مبعوثا من الجريدة بعدما تواترت أنباء عن وجود السيدة في ذلك الفندق لم تنزعج السيدة كثيرا كما لم تستغرب كلمته فسرعان ما تجاوبت معبرة عن اعتقادها بأنها السيدة كراستي لكنها لا تعرف ما الذي تفعله هنا على طريقة الأفلام المصرية جاءت الشرطة في نهاية الأمر واستدعت بدورها الكولونيل أرشي كراستي الذي لم يخطئ وجه زوجته ولم يكن ذلك غريبا فالغريب حقا أنها وعندما ناداها توجهت نحوه من دون أن تشعر بأدنى ارتباك ملتفتة إلى مجموعة من الزبائن قائلة لهم غريب إنه أخي قد وصل هنا لتوه في تلك الأثناء كانت السيدة كراستي قد ارتدت ذاكرتها أو بالأحرى عادت إليها ذاتها المسلوبة فتبدلت أحزان السيدة نال على فقد ابنها وتعرفت أغاثة على أحزانها هي ومن ثم جلس الزوجان على مقعدين متباعدين قرب مدفأة البهو ولم يتفوها بكلمة واحدة طيلة ليلتهم غير أن الكولونيل أدل للصحافة بتصريح قال فيه ليس هناك أي شك في الأمر السيدة هي زوجتي وقد تعرفت عليها ظلت الصحافة تشكك في قصة فقد الذاكرة بينما نشر طبيباني واختصاصي في الأعصاب بعد أيام تصريحا قال فيه إن أغاثة كراستي تعاني حقا من فقد للذاكرة وإنها يجب أن تظل في منأة عن أي قلق وإزعاج وكان هذا يعني أنه يجب أن لا تطرح عليها أي أسئلة فلم يسأل أحد أغاثة عن الحقيقة كما أنها لم تتفوه بها لأحد حتى وفاتها في الثاني عشر من يناير عام الف وتسعمائة وستة وسبعين عن عمر ناهز ستة والثمانين عاما قدمت خلالها خمسة وثمانين كتابا بمعدل كتاب لكل عام خلقت فيها شخصيات كثيرة منها من مات مقتولا أو منتحرا لكن السيدة نال لا يعرف عنها غير أنها شبح تلبس سيدة أغاثة كراستي فترة فقدها للذاكرة وقبل موتها بشهور سألها كاتب سيرتها تشارلز أوسبورن عن تلك الليالي التي قضتها في ذلك الفندق فنظرت إليه بشيء من المكر وقالت صدقني لم أعد أذكر أي شيء عن هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر